في السجون فيه مافيا في السجون. مافيا. وزارة الداخلية عندها شويلة فلوس من اهالي المعتقلين. ومن المعتقلين انفسهم. تعرف كده المعلومة دي? يقول لك ايه? حط في الكانتين. يبقى لك باكل بسكوت كده ابو تعريفة? بعشرة جنيه. وبعدين اي اكل اي شرب اي حاج جاتلك يقوم هيجي هدد عليك يقوم شايل الحاجة من منك. طب احنا في الشتة دلوقتي ومسلا سجن العرب. ده العرب بردة. ما فيهوش نهوية يا راجل. فيه زنزين ما فيهاش لا شمس ولا هو. ده غير المعتقلات اللي احنا ما عرفهاش. تعرف ان فيه معتقلات اللي انا اعرفها? تحت وزارة الداخلية. هي ايه هي مين مين عايش من ميت? كان الكلان ده وجود في الازغلي. وانا ليه زميل? كان اعتقل. وصلى معزولا عن العالم شهور طويلة. هشوف عنه حاجة خالص. قال لي انا ده كنت اعرف لا ليل ولا نهارة صلي دور ولا صبح ولا. لا ليله كنهاره. او ليله كنهاره. ليه مش بنا ادم? ها انا بقى صدر خطر يا جماعة ولازم اعنا. فدي مش دولة. دي دايما حالة طوارئ. النساء يخشوا السجون? يختفوا. طب هي اختفت هي محامية. طب هي انسان اه ستة اعمال ولا ولا هي استبيد. انت اخدها ليه? هعمل عضية. طب اتقول اخدها من النهاردة. واعرضها دول زمهم ايه? دي زمها ايه? لك دي اقترت زابط. وقترت وزير. وقترت لوة. ودي زمها ايه? ودي زمها ايه? مش كده وبس. ده بعد ما بياخدها وبيحكم عليها بعد ما بتا دي زبيده دي اظن? لا مش هي يا شبهها. لكن اهدي عرائز في السجون. وهذه البنات. وبعدين مش بس ان هو معتقل ويحترم نفسه وزاته. لأ. دي ايهانا بقى. اللي هو ايه? يدخلك السجن يدخلها السجن. يمنع عنها الزيارة. يمنع عنها الاكل. يمنع عنها الشرب. طب ليه? لان انا ندل. هو وقح. وقال ايو انا مجرم. زي الزابط اللي طولها في مرة قال لك احنا ولاد كزا. احنا ما عندناش رحمة. احنا بلا ضمير. هم بيعترفوا على انفسهم بيقولوا كده مش انا. لانه طبيعة نشأة جهاز الداخلية المصري انه جهاز عنف. جهاز لحماية السلطة هو تعريفه كده عندهم. هو بيقول لك انا انا بجيبك يا لأ يا ابني تاج المخدرات احطك في الشرطة دي عشان تركب الناس. لأ ولا جيب ابوك الحرامي. يا ابن فلان الحرامي. يا ابن فلان كزا. هم عارفين اللي هم بيجيبوا بلطاجية في زي مدني. لا اعمم. لكن بتحدث على هذه المجموعات التي تنفذ التعليمات. بيجيب دكتور. دكتور شرطة. نقيب. آآ رائد. يشوف الحالة قدامه. ولا تنفقش حاجة اقوم زي انت انت مفروض تقول التقريب فيه كزا كزا. ويهزق العيان. السجين العيان. ويتعامل معه. ومع ذلك تقع حالات الموت. ولا يحصل طبيب واحد في السجون. موسيقى